إسرائيل تطلب المزيد من الصواريخ والأسلحة من واشنطن فالقوات الإسرائيلية تتأهب لاجتياح المحتمل لغزة لذلك طلبت من واشنطن تزويدها بالمزيد من الصواريخ وتحديداً من نوع هيلفاير الذي استخدمه الجيش الأمريكي في قتل الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان عام 2022 ما هو صاروخ هيلفاير الأمريكي وما خصائصه؟ وفق صحيفة وولستريت هو عبارة عن صاروخ جو أرض وهو سلاح سري يقتل من دون إحداث انفجار كبير يوجه من مشغله بالليزر ويحدد الهدف ويطلق النار عليه مصمم للضربات التي تقتل الهدف من دون انفجار ما يقلل الخسائر في صفوف المدنيين يضرب الهدف بشكل مركز ويقلص دائرة الاستهداف مزود برأس غير متفجر ويتجاوز وزنه 45 كيلو جراماً يسقط على الهدف بسرعة هائلة موجه بالليزر ويحتوي على ست سككين أو شفارات تخترق الهدف وتقتل كل من يتواجد على مقربة مباشرة من الشخص المستهدف وبمقدوره اختراق المعادن والسيارات والمباني لقتل هدفه دون الإضرار بالأفراد والممتلكات المجاورة للهدف رغم ان هذا الطلب ما زال قيد الدرس من قبل مسؤولي البنتاجون الا ان هناك المزيد من الاسلحة والذخائر في طريقها الى تل ابيب وستصل خلال الايام المقبلة ووفق خبراء عسكريين امريكيين يمكن تفسير الطلب الاسرائيلي لهذا الصاروخ بانه سيكون الاختيال لقيادات حركة حماس بعدما هدمت الصواريخ التقليدية المباني والاحياء في قطاع غزة وقتلت وجرحت المدنيين